اشتركوا في القناة في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة فمن هذا الكلام الكتاب يعلمنا أننا واحد في يسوع المسيح فالشرط الأساسي للوحدة أن نكون في المسيح يعني مؤمنين بالرب يسوع المسيح ولما روح القدس بيكون ساكن فينا فطبعا بيأكد على هذه الوحدة وأي اختلافات تانية مش يعني جانبية ممكن نتغلب عليها إذا في النية أنه أنا عاوز فعلا أكون في وحدة الجسد الوحد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا